اهلا بكم اعزائي المشاهدين معاكم الدكتور تامر كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن فيروس بي اتكلمنا ازاي بيتنقل من شخص للتاني ازاي نشخصه وازاي نعالجه لكن في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حالات خاصة بس في فيروس بي يعني مثلا لو اتنين مخطوبين وواحد منهم اكتشف ان التاني عنده فيروس بي يتصرف ازاي او لو اتنين متجوزين واحد اكتشف ان الطرف الاخر عنده فيروس بي برضه يتصرف ازاي لو سيدة حامل تتصرف ازاي مع فيروس بي هتاخد علاج ولا مش هتاخد وازاي تحمي طفلها انه يجيله فيروس بي وكمان هل فيروس بي يمنع الرضاعة الطبعية ولا لا وفي النهاية هنتكلم على التطعيم عموما ضد فيروس بي لو اي شخص عادي عايز يتطعم ضد فيروس بي لو انت شاب وخاطب بنت وبعدين عرفت ان عندها فيروس بي او العكس هي مخطوبة وعرفت ان خاطبها عنده فيروس بي يتصرفه ازاي طبعا كلنا عارفين ان فيروس بي بينتقل عن طريق الجنس لكن فيروس بي لا يمنع الزواج كل اللي عليك تعمله انك تاخد تطعيم ضد فيروس بي قبل ما تتجوز التطعيم عبارة عن حقن بتتاخد في عضلة الكتف تاخد حقنة وبعد شهر تاخد الحقنة التانية وبعد خمس شهور تاخد الحقنة التالتة وبكده تبقى انت في امان ضد فيروس بي ولو عايز تتأكد اكتر في تحليل ممكن تعمله لو طلع ايجابي معناه ان جسمك عنده مناعة من فيروس بي او لو عملت التتر وطلع عشرة او اكتر معناه ان جسمك عنده مناعة من فيروس بي وفي الوقت ده تقدر تتجوز ونقول الف مبروك التطعيم ده موجود في مصر مثلا في مراكز المصل واللقاح تقدر تدخل على الانترنت وتعرف عنوينها وارقامها اما في باقي البلاد اسأل عليه في المستشفيات هتلاقيه ان شاء الله اما بقى لو انتو اتنين متجوزين واحد اكتشف ان الطرف التاني عنده فيروس بي هنقول مثلا ان الراجل متجوز واكتشف ان امراته عندها فيروس بي يعمل ايه؟ اول حاجة يعملها انه يحلل لنفسه الاول يشوف هو عنده هو كمان فيروس بي ولا لا فلو طلع عنده فيروس بي يتفرج بقى على الفيديو بتاع فيروس بي ويشوف هياخد علاج ولا لا زي ما هو موجود في الفيديو اما لو طلع ما عندهش فيروس بي فالمطلوب منه ان ياخد التطعيم فورا وانتي لو سيدة ولقتي ان جوزك عنده فيروس بي تاخدي برضو التطعيم ده حتى لو انتي حامل تطعيم فيروس بي يتاخد وانت حامل عادي هم برضو الثلاث حقن في عضلة الكتف ياخد حقنة وبعد شهر ياخد حقنة كمان وبعد خمس شهور أخرى ياخد الحقنة الثالثة لكن في خلال هذه الفترة لازم يستخدم واقي زكري عند الجماع لازم ما يستخدمش أدوات الشخص المصاب زي مثلا موسي الحلاقة، فرشة السنان، الأصافة بتاعة الضوافر المتعلقات الشخصية بتاعة الشخص المصاب ولو الشخص المريض ده اتجرح فنتعامل مع الجرح بشكل كويس وانطهاره ونتخلص من الدم ده بشكل آمن بعد ما تاخد التطعيمات بتاعتك تقدر تعمل التحليل برضو اللي قلنا عليه لو طلع إيجابي فأنت خلاص عندك مناع من فيروس بي وتعيش حياتك طبيعي جدا أما بالنسبة للتقبيل اللي هو البوس يعني ما بينقلش فيروس بي كمان جميع أفراد الأسرة المفروض تطعم ضد فيروس بي مش الزوج فقط نيجي بعد كده لمرحلة الحمل والولادة لو انت حامل وعندك فيروس بي وقرر الأطباء ان انت تغذي علاج لفيروس بي تغذيه وانت حامل ولا لا؟ لو قرر الأطباء انك هتغذي العلاج فممكن تغذي العلاج أثناء الحمل عادي اللي هو تينوفوفير وده الخط الأول في العلاج أو اللاموفودين والتيلبوفودين وده الخط الثاني في العلاج ينفع تغذيهم عادي مع الحمل بالعكس ده بيحميك وإلى حد كبير بيحمي طفلك كمان من فيروس بي طيب لو انت حامل إزاي تحمي طفلك من فيروس بي واللي ممكن يتنقله في مرحلة الولادة لازم طفلك أول ما يتولد وفي خلال 12 ساعة بحد أقصى أسبوع ياخد مصل ضد فيروس بي ونخلي بالنا أنا بتكلم على مصل مش التطعيم العادي أو اللقاح اللي بياخده في أول 24 ساعة أي طفل حاليا دلوقتي بياخد لقاح أو تطعيم ضد فيروس بي في أول 24 ساعة وبعد كده بيكمل التطعيم بتاعه في التطعيمات الإجبارية بتاعته أما زي ما قلنا 6 عندها فيروس بي فلازم ياخد بالإضافة للتطعيمات دي مصل لفيروس بي والتطعيم ضد فيروس بي موجود تقريبا في كل الوحدات الصحية وفي كل المستشفيات تقريبا في مصر أما المصل فمش موجود كدير فلازم قبل ما تولدي بفترة كافية تشوفي المصل ده هتجبيه منين تسألي عليه هتلاقيه غالبا في المصل واللقاح برضه ترتبي قبلها وتعرفي هتجبيه إمتى وإزاي فطفلك هياخد مصل فيروس بي بالإضافة لتطعيم فيروس بي اللي بيتاخد في أول 24 ساعة وبعدين يكمل تطعيماته الإجبارية عادي جدا وممكن عشان تتطمين عليه لما يبقى عمره سنة تعمليله تحليلين دول هيباتيت بي سيرفس انتجن يبين إذا كان جاله فيروس بي بالفعل ولا لأ وهيباتيت بي سيرفس انتبودز عشان نشوف جسمه بقى عنده مناعة ضد فيروس بي ولا لأ بالنسبة للرضاعة الطبيعية لو عندك فيروس بي وعندك طفل بيرضع والطفل ده خد المصل زي ما قلنا وخد التطعيم بتاعه والتطعيمات الإجبارية فما فيش مانع خالص من الرضاعة الطبيعية هم لقوا إن خطر انتقال الفيروس في الحالة دي نادر جدا 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 مقارنة بالفوائد الكبيرة جدا للرضاعة الطبيعية يعني من الآخر رضعي ابنك طبيعي إلا لو فيه تشققات كبيرة في الحلمة وبتنزل دم في الحالة دي بنوقف بس مؤقتا لحين شفاء السدي وأخيرا لو أي شخص عايز يطعم ضد فيروس بي فالتطعيم موجود زي ما قلنا تقدر تاخده من مراكز المصل واللقاح الثلاث جرعات اللي قلنا عليهم جرعة وبعد شهر جرعة تانية وبعد خمس شهور كمان الجرعة الثالثة وممكن تاخد جرعة منشطة كل عشر سنين وزي ما قلنا تقدر تشوف جسمك عنده مناعة ولا لا في أي وقت بالتحاليل دي مين الأشخاص اللي احنا ننصح ان هما ياخدوا تطعيم فيروس بي أول حاجة الأطباء والتمريد والعاملين في المجال الطبي عشان هما دول أكتر فئة معرضة للعدوى ثانيا المخالطين لشخص مصاب يعني لو فرض في العيلة عنده فيروس بي ننصح باقي العيلة ان هي تاخد التطعيم بتاع فيروس بي ثالثا لو شخص عنده فيروس سي أو فيروس الإيدز اللي هو إتش آي في رابعا لو واحد أو واحدة ناشطة جنسيا مع أكثر من شريك خامسا الناس اللي بتستخدم مخدرات أو أدوية غير مشروعة عن طريق الحقن وبياخدوا من حقنة من شخص لشخص برضو ننصحهم ان هما ياخدوا تطعيم ضد فيروس بي سادسا الناس اللي عندها مشاكل في الكلة أو عندهم ضعف في وظائف الكلة لدرجة ان هما وصلوا لمرحلة الغسيل الكلوي برضو ننصحهم ان هما ياخدوا تطعيم فيروس بي وطبعا كل الأطفال حديث الولادة حاليا بياخدوا فعلا تطعيم ضد فيروس بي وفي النهاية أحب أشكركم اشترك في القناة انشروا الفيديو اعمل لايك شكرا لحضراتكم